محمد نصار مواطن فلسطيني فصل 12 عاما من جهاز الدفاع المدني بعد أن قدم شكوى ضد مدرائي في الجهاز على خلفية تقصيرهم بالعمل اليوم عاد محمد إلى العمل بعد أن قدم شكوى للإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء قصة عجيبة وغريبة إنسان يتوقف عن العمل لمدة 12 عام لم يسأل سؤال واحد بالعكس أنا اللي كنت أذهب للجهات وأطلب منها أن تفسر لي سبب توقيفي وتوقيف لأنني أنا كنت أعمل بشكل مزبوط رفعت كتاب فيه مدير عام الدفاع المدني في ذي حينه لأنه كان فيه تقصير في العمل وكل الجهات تشهد بذلك محمد كان حاضرا في المؤتمر الوطني الأول للشكاوى الذي عقده مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة بالتعاون مع الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون وتنمية الهدف الرئيس من المؤتمر رفع وعي صناع القرار الفلسطينيين بأهمية إنشاء وحدات ومؤسسات لتلقي شكاوى المواطنين ورفع أدائها تقبل شكاوى المواطنين وحلها من أرقى أعمال الدولة التي تحافظ على قرامة وشرف المواطن والطريقة الوحيدة لزيادة احترام المواطنين للدولة هذا العمل يجب أن يطبق بشكل حرافي وبضقة وتفان وشجاعة عالية أولا يجب أن يحترم هذا الشاكي وأن تأخذ شكاوى على محمل الجد الخطوة الثانية أن تدرس شكاوى دراسة قانونية علمية موضوعية بحيث يمكن معرفة ما هو المطلوب منها فإذا كانت شكاوى صحيحة ومؤيدة قانونيا وفيها وثائق وحقائق يجب على المسؤول أن يتعامل معها بجدية شكاوى المواطنين هو زي آلية القياس السلطة تستطيع من خلالها تفهم هل هن المواطنين راضيين عن أداء السلطة والدولة الفلسطين أم لا وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات أبرزها استمرار العمل مع وحدات الشكاوى الوزرية ووسائل الإعلام الفلسطينية لزيادة ثقة المواطن بوحدات الشكاوى إضافة لتبني مجلس الوزراء قرار تعديل نظام الشكاوى رقم ستة لعام 2009 خصوصا بعد إنجاز مسودة لتعديل النظام من المهم استكمال التدريب اللي تم في العامين الماضيين مما بتساهم في رفع كفاءة العاملين في وحدات الشكاوى الوزرية والمستشارين القانونيين في المحافظات ونحن في مركز جينيف على استعداد تام لاستمرار في هذا المشروع ومساعدة المحافظات ووحدات الشكاوى في هذا الصدد ومن المهم أيضا استكمال العمل مع الإعلام من أجل زيادة رفع المواطنين حول الشكاوى وأهميتها وبأن الشكوى حق ويشار إلى أن المؤتمر اجتمل على عرض برنامج أشكي لامين الذي أنتجه وبثه تلفزيون وطن بشركة مع مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة في ظل هذا الضعف لنظام الشكاوى فعلا بدأ اتجاه كثير من الناس التوجه إلى وسائل الإعلام وكانت هنا المبادرة لدينا في برنامج مشترك ما بين تلفزيون وطن وما بين ديكاف لإنشاء أول نظام قد يكون لمعالجة الشكاوى عبر وسائل الإعلام وهنا نميز ليس المقصود هناك كثير من البرامج الدردشات وبرامج الضيوف التي تعالج قضايتهم المواطنين لكن الشكوى هي شيء مختلف لها مواصفات مختلفة ولها أسس مختلفة يذكر أن مركز جينيف يعمل منذ عامين على تطوير وحدات الشكاوى الفلسطينية حيث قام بمجموعة من التدريبات للعناصر البشرية العاملة فيها الأمر الذي انعكس إجابا على أدائها العام نيزار حبش من مدينة رامالله تلفزيون وطن